السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطالبات وطالبات مرحلة السنوال العامة رحبا ببقود الله بصطفى الثاني ورقا نمسل والسالزة لشرح تقصير قواعد دغل نزيل شوالله اردنا معنا مع مزيد من تد يبقى ترجم مع مشين وحلوشين عمدك على الوحدة وصنة الوحدة ودلوقتي احنا موجودين على الجنكس السالزة اللي موجودة على الدرس 3 و 4 على صفحة 244 ونبدأ صحيح معركة لأول جملة تشوز بتقول لك انا اسألت صديقي عن ايه الكتابة بتاعت هذا الاسبوع لاني كنت غايم بمعنى عنوان يقول لي مستر طم كلمة ادرس يعني ايه ادرس معناها عنوان لكنه عنوان سكن عنوان ايميل ايميل ادرس لكن طيط عنوان مقالة عن موضوع انشائي ومعنى ذلك سبيتش بمعنى حوار لوكيشن بمعنى موقع او مكان روح لقون من رقم اثنين الفعل اكسباند كلمة اكسباند بمعنى يوسع الشيء تمام اكسباند بمعنى يوسع الشيء خلاص يتارى عكس ايه كان بي the opposite of the verb ممكن يكون عكس الفعل ايه يزيد ولا سامارايز يلخص ولا mount اللي هي بمعنى جبل ولا depend بمعنى يعتمد اللي جابه هي سامارايز بمعنى يلخص عكس اكسباند يوسع الشيء انه يعمل له سامارايز تلخيص اجل من رقم ثلاثة ويبوت ديس هاوس ان ناينتين ايتي سكس احنا اشترين البد ده سانة ستة اثماني وعايشين هنا كذا يا ترى معناها منذ ذلك الحين ودي لجامة بتحت جمعة رقم اربعة من المهم كذا يكون على تواصل مع احدث الابحاث بمعنى يكون على تواصل باحدث الابحاث او يواكب يعني جمنا رقم خمسة على متن القارب او المركب او السفينة او الطائرة ماشي اعطينا او دولنا ايه بقى عن الامان كذا عن طريق مضيفة بحنا كذا بتكلم عن طيارة اللي جابه هي بمعنى اجراءات وننتقل لجمعة رقم ستة من الجمعة على الدرس ثلاثة واربعة جمعة رقم ستة بتقول لك ايه الخبراء بينصحوا كل الناس ان هم يأكلوا ايه بدلا من الوجبات السريعة من الاطعمة الاجابة هي بمعنى ملائم او مناسب فقمنا رقم سبعة قاموا بمجموعة من الابحاث في دور المرأة والرجل في في مجتمع اليوم يجا حدول لهمسة ما خلناش ليه كلمة كوميونيتي كلمة معناها جماعة صغيرة وده اقل من المجتمع المجتمع اكبر مجتمع المصري كله لكن كوميونيتي زي مثلا بتاعي محافظة من المحافظة وبدلاها اقل من شوية اقل شوية يجابتنا كان في الجمعة الرقم سبعة تمانية للمقالة بتاعتك يجب ان تكون واضحة ومقتصرة ولذلك القراءة في النهاية بمعنى خاتمة تمام او الخلاصة بتاعة المقالة بتاعتك يجابت جملة رقم تماني طب مليك معناها مقدمة معناها امتداد ولكن start started معنا يبدأ يجابتنا كان conclusion الجمعة الرقم تمانية تسعة المهندس المخاضرة اللي هو عايز اقولك عندي خبرة يعني ماشي عمل في مباني متنوعة ايه الكلمة اللي نقصة هنا various building scenes views sites ولا sites sites اللي يعرفها S-I-T-E-S عشان كده building sites مواقع البناء ودي نجابة بتاعنا طب ماليه كلمة scenes كلمة scenes معناها مشاهد من مسرحية كتيب معنى مسرح الجريمة كلمة views views دي المناظر اللي بتبقى موجودة قدامك مثلاً زي ما يكون فيه لو ما ترص من شباكة من بلكونة بيتك وتلاقي قدامك منظر جميل ده اسمه view وكلمة sites مقصود بيها البصر القدرة على الرؤية يعني يجابتنا كانت sites S-I-T-E-S بيتغير الطريقة اللي تتواصل بها الناس وكمان العمل وكمان التسوق ميديا سوشيال ميديا سوشيال ميديا اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي كلمة service يعني خدمة status معناها حالة ومعنى عمل إجابتنا هي ميديا جم رقم 11 بطولية المقابلة مع المقابلة اللي هي المقابلة حوارية مع الوزير الجديد ووز كزا في الصفحة الأولى من الجريدة سامارايز المعنى تم تلخصها وده إجابة بتاعت بمعنى يتعملها توسيع أو مات ماشي بمعنى يقلل وإنكريز بمعنى يزيد إجابتنا كانت سامارايز دي جم رقم 11 12 بطولية المستشفى قامت بكذا بتسأل المرضى تسجست إن هما يقترحوا طرق ولي بيها يمكن تحسين الخدمة إجابتنا هي بمعنى دراسة عايزوا لك إني المستشفى أجر الدراسة علشان تعرف الطرق يعني رأي المرضى في تحسين الخدمة جمنا رقم 13 كساني نام مرادف في المعنى إيه قديم متحدد ولا حديث البيهيفد البيهيفد جاي من بهيبي ياسلك كذا أو يكله سلوك الإجابة هي لأن كلمة معناها معاصرة بيتدي نفس الكلمة اللي مع جمنا رقم 14 14 بقول لك شوت كذا أنت كذا التليفون من الأطفال من الطفل لأنه كان بيستخدمه لفترة طويلة خر التليفون من الطفل نروح يقوم لصفحة بيتين خمسة واربيين عشان نكمل التليفات اللي هي على الدرس الثلاثة واربعة من الأربعة اللغة الإنجليزية القديمة كان ممكن فهمها في ذلك الوقت ده حافظ جر المناسب في جمع الرقم 16 أنا بردان جدا أنا عز أقول لي كان لازم أعمل كزع وأنه هو أجيب المعقب بتاعه كانت كان يجب علي أن أجيب المعقب بتاعي بس ما جبتوش هجل من الرقم 17 الرسمة دي ملهبة رسمها ده ممكن تكون مزورة يبقى هنا هو بيستنتج أن الشيء ده مش هو الصحيح يبقى استنتاج في الماضي بس في صيغة النافق عجابتنا هي لأنه موعدوش دليل قوي على الاستنتاج اللي هو بيقوله ما استخطأ شوط خطأ وشوطة الخطأ تماما فجملة رقم 18 إيه؟ 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 كان ممكن يروح ياخد دروس في الغطس تمام؟ يترى مست هاف تيكن ولا كونت هاف تيكن ولا كونت تيكن ولا كونت هاف تيكن كونت هاف تيكن علشان تكمل معه في حالة ثالثة ورح أبدي وليس سدر وحنا في الوحدة دي ما خلناها في حالة ثالثة أقول له مش مشكلة يا سيدي إنك أنت خدت في حالة ثالثة خلينا فيه إبكانية وقوع شيء في الماضي ولكنه لم يقع لجودها في تصريف ثالث خلاص؟ ولا تزعب رح لجملة رقم 19 ريدي إيه؟ 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 والله حقيقة أنا مش أدري تكره بطي كذا مي لكن إنت كذا أنا مست هاب مت كانت هاب مت ميت هاب مت ولا مست مت تمام؟ كل الاستنتاجات اللي قدامك دي بتوشيل فكل استنتاج في موحدة مست مت دي استنتاج في الحاضر والبقائين كلهم استنتاج في الماضي أبنأخذ مين فيهم؟ مست هاب ولا كانت هاب ولا ميت هاب هو الرجل هنا متأكد من الشيء ده لأ مش متأكد خلاص كده؟ بقول لها كانت نميمبر يبقى الاستنتاج بميت هاب تصريف ثالث الإجابة بتاعك رقم عاشين بتقول لك ايه؟ احمد ويتت فور يو اوت سايد فور لونج احمد انتظرك بالخارج لفترة طويلة كان لغوز انجل وكان لاضب جدا يو كزا تهاب متهم انت انك انت تراه انت تشوفه يعني ماشي؟ يبقى بيلوموا على الشيء اللي كان لازم تعمل بس هو ما عملوش يبقى انت كده يجي في زهنك يجي في زهنك شود وراها تصريف تقليل صح؟ بس شايف تود اللي قاعدة تقول ان شود ما تنفعش الله طب هي البديلة مستر البديلة هو اوت لان اوتو اه اوت معاها تو هي بديل لنين لشود عارف لو ما كانتش تو دي موجودة؟ كنا خدنا شود لكن في وجود تو هناخد اوت اللي جابة بتاعدنا اوت خطأ شود خطأ اوت اجابتنا ومص الخطأ تماما ونروح للجملة رقم واحد وعشرين عشان نتكمل لجملك ساستاذ يجيبها التمجيم عندك على الدرس تلاتة واربعة من الوحدة اربعة في واحد وعشرين الجملة عبارة عن حوار ما بين ايوبي ايه بيقوله؟ I threw your old books into the recycle bin بتقوله دي شكلها ماما دي بتقوله والله انا رميت الكتب القديمة بتاعتك في سلة المهملات بيقولها Oh no You guys have done that انتي تعملي ده I need some of them for school ده انا محتاج بعضهم للمدرسة يبقى بيلومها على اللي عملته انها كان لازم ما تعملهوش يبقى مص الخطأ shouldn't اجابتنا كانت خطأ و couldn't خطأ تماما انا ازولها shouldn't have done لم يكن من الواجب اداء ده بزا ليه اعملت كده ما كانتش لازم تعملي كده ده انا محتاجهم shouldn't هي الاجابة في جملة واحد وعشرين انا بتسأله علي ليه ما جاش الحفلة بتاعتي I suppose افتر انه هو بقى have received the invitation يبقى انه ممكن لم ما يكونش استنى من داعوا يبقى انا حايز استنتاج في الماضي بوسيقة النفل بس مش قوي يبقى مصت لقى might not هي اجابتنا might خطأ shouldn't خطأ تماما فاجلنا رقم 23 you missed a great party last night ده انت مبارح فتك حفلة ايه رائعة you can't have come انت كزا تيجي why didn't you اه يبقى بيلوموا على الشيء اللي كان لازم يحصل في الماضي بس هو ما عملوش يبقى might خطأ might خطأ should هي اجابتنا should have come كانت حتى معليك او كان لازم تيجي يا اخي بس انت ما جيتش ودي اجابتنا شو ده هي الاجابة كانت خطأ بالمرة في جمع الرقم 24 يبقى الجاية الفرق believe everything you read in the newspaper انت كزا تصدق كل حاجة بتتقال في الجرائد need must aren't shouldn't shouldn't لان دي نصيحة بعدم الاداء لان مش كل اللي بكتب في الجرائد ممكن يكون صادق في جمع الرقم 25 تم واجد انتو اول تم كلمة واجد انتو معناها ارتضم في الحيط خبط فيها ده كان لازم يبقى ماشي وبيبص هو ماشي فين ياخد باله يعني couldn't ولا must ولا might ولا could الاجابة هي couldn't have been looking هو اكيد ما كانش يواخد باله هو ماشي اكيد ما كانش مش ممكن كان ماشي واخد باله هو رايح فينو نتقل فيه التاملين اللي جابه جم عندك بعنوان فالامباجاب والدسوتابل وورد املى الفراغ بالكلمة المناسبة اه وهنا جاب لك كلمة معنى يمكن التعرف عليه بمعنى اجتماعي بلوغز اللي هي الحاجات اللي بتتكتب في المدونات يعني بمعنى برضو يرسل حاجة عن طريق الانترنت يعمل بوست يعني وانترنت اللي هو الانترنت مش محتاجة ترجعه بيقول لك التكنولوجيا تلعب دور مهمة جدا في حياتنا وهي واحدة بيقول لك واحدة من اهم هذي التقنيات الحديثة اذا اي بقى اضعا اذا انترنت اصبح جزء مهم في حياتنا اليومين سيو اي بقى كلمة نقصة معنى اللي يقولوا عليها وسط غصة اجتماعي ويقومنكيات مع ايدينا ويمكننا ايضا ايضا ايبقى 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 طبعا نقول لها ايه باست يمكننا ان احنا نعمل باستن الى ايبقى 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 كلمة نتعرف عليها يعني مش معروفة بالنسبة علماء اللغة لازم يكون حرصين علشان ابناء انا السغيرين والشباب ما لهم بقى بمعنى يسير استخدام وكده نكون هنهينا ايبقى 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 لازم يكون حرصين علشان ابناء انا السغيرين والشباب ما لهم بقى درس ثلاثة واربعة انتظروا ان شاء الله بمزيد من الوضعات الحل للوحدات بتاعتك ان شاء الله بتتسلسلوا بالترتيب كان معكم معلم خبيلة وينجزية مستر روسي عزب لازم الشمال الثاني والبنان انا حفظ صحيح السلام ورحمة الله وبركاته